إيلون ماسك يقول لا تتخلص المنزل مع المنزل لم أذهب إلى هارفورد لكن الأشخاص الذين يعملون لا يقصد نحن نفرق الرمانة ونحاول نفهم بعضنا الناس الكل في تونس تمن بظاهرة المسمار في حيث وقت اللي يتوى في عالمنا تبدل على الأخر أو حتى الشركات الكبار يطلبوا سكيلز قبل الدجريز نعم ما ذاكى عليش انه تبني باكراوند وانت مزلت صغير ولا تقرأ هي حاجة ياسر مهمة وهنا نحكيه على البي اسوتياتيف البي اسوتياتيف اللي هي بالحق تحل برشة مشاكل في حياتك اللي هي تميزك على أي عبد خرج أي ديبلوم من أي فاكلتة اللي بيتميزك على العباد الكل انك من بعد تنجم تخدم في أي بلاسة كيف يا نوالحاليم اللي تعلمنا برشة حاجات من البي اسوتياتيف اللي تنجم تقول بدلونا من نحياتنا وتنجم حتى انت تبدلك من نحياتك وتربح وخدمة حتى وانت مزلت تقرأ ذاك عليش في السرية جديدة بش نحكي لكم كيفيش نحلو المشاكل خذومة مرحبا بيكم الناس الكل في كونسيبت الجديد اللي اسموش قولك واللي فيه بش نطرحوا كل مرة فاكت اللي نمنو بها برشة في تونس ونحاول نعطيكم opportunity تخرجكم ال comfort zone متاعكم واتطوروا مرواحكم معاكم عبد الحليم زعايبي ومحمود إبراهيم ان شاء الله تستنفعوا الناس الكل بصوذي بص belonged اشتركوا في القناة